تلقى أعضاء الكنيسة والوزراء عن حزب الليكوت تعليمات بمهاجمة رئيس تحالف يمين نفتالي بينت عقب دعمه مشروع قرار سحب الثقة عن حكومة نيتنياهو فيما قال بينت أن نيتنياهو دعم مقترحات سحب الثقة عن حكومات سابقة تقدمت بها أحزاب عربية وفي وقت سابق أفشلت الكنيسة في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية مشروع قانون تقدم به حزب إيش عتيد بسحب الثقة من حكومة نيتنياهو ومنحيها لرئيس المعارضة يائير لبيد هذا وصوت 53 عضو كنيسة ضد مشروع القانون مقابل موافقة 30 آخرين بينهم بينت ورئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيكدور ليبرمن فيما رفض حزب كحولفان دعم مشروع سحب الثقة معتبرا أنه يأتي في إطار الدعاية السياسية ترجمة نانسي قنقر